السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كلكم بخير نهارد مع بعض هنعمل الكيك بابس او كروات الكيك بطريقة بسيطة وسهلة جدا وتزيين مفيش اسهل منه كلنا نقدر نعمله حالا وننفزه و اهم حاجة ان الكيك يكون خفيف بحيث لما ناخد الكتعة ونكملها ما نحسش انها تقيلة لا هتبقى خفيفة جدا وشوفوا اهي انا بحركها كذا مرة ما بتقعش ابدا وسبتة جدا وده كده شكلها من جوه الكيك وبعدين طبقة باللون الابيض وطبقة باللون الاحمر هنتعلم ازاي نعملهم طبقتين مع بعض كده بطريقة بسيطة وسهلة جدا تعالوا بقى مع بعض نشوف المقادير والطريقة اول حاجة معي بواقي كيك او كيك نكون خفزينه وحطينه بعد ما يبرد في الفريزر ونطلعه تاني يوم نفتته ونحط عليه نص كوباية من يوتلا او الماكستيلا اللي هو بادلها بطعمه حلوة قوي او ما يعادلها اشطة بتاعة وش اللبن او اشطة بتاعة التلاجات عادي والمقادير كيك الباجل الخفيفة عبارة عن بطين بضرب عليهم كوباية وتهتر باع سكر فانيليا نص كوباية زيت كوباية لبن كوبايتين دقيق منخول عليهم رشة بيكينج سودا ورشة ملح ومعلقة صغيرة بيكينج بودر وكوباية من الكاكاو المنخول وثلاثة ربع كوباية ماء مغلية بضرب كل ده مع بعض وبدأ خلو الفرن وبيخرج لما ببرد تماما بحط في الفريزر وتاني يوم بفتته وبحط عليه نوتلا بحط عليه الاشطة بتدي نتيجة هيلة وبعجانة كويس قوي لحد ما يبقى عجينة زي ما شايفين كده ولو انه يتالى مكفتش ولسه الخليط مش عجينة بزود لمن لحد ما يبقى عجينة انا معايا دلوقتي بور كامل من الشوكولاتة البيضة قطعت كمية منه وحطيته في الماء كويف وقلبته اهو وسبت كام قطعة كده هقطعهم صغير وهنزلهم على الشوكولاتة البيضة وهي سايحة هقلبهم مع بعض لحد كله حاجة ما تدوب دي اسهل طريقة لعمل التامبرينج اللي هو مش هنقيس درجة الحرارة ولا اي حاجة احنا نعمل ايه؟ بندخل كمية من الشوكولاتة البيضة بنقطعها صغير ودخل ماكويف وكل سانيتين ببص عليهم وبقلبهم وبكون مجهزة كام قطعة تانيين درجة حرارتهم عادية جدا وبحطها على الشوكولاتة السايحة السخنة وبيعمل لي تامبرينج او زي ما هي شايفين كده انا قسمت الخليط بتاع الشوكولاتة البيضة لجزئين جزء خليطه ابيض زي ما هو وجزء تاني حطيت عليه كام نقطة من اللون الاحمر الغامع انا طلعت خليط الكيك من التلاجة لان انا بعد ما عجنته حطيته في التلاجة زي ما انتو شايفين اهو عجينة جدا بكورو الكورات صغيرة بلاش تبقى الكورة كبيرة قوي عشان حتى نقدر نحنا نكملها كلها لان هنسه غطسة في الشوكولاتة زي ما هي شايفين كده بكور كل كورة ويفضل ما تبقاش فيها تشققات كتير زي ما هي شايفين هكمل انا باقي الكمية بنفس الطريقة ونفس الطريقة بتتعمل مع بواقي الكيك مش لازم تكون كيك جاهزة لا ممكن بقى بواقي كيك وحطينه في الفريزر ونعمل فيه نفس الموضوع بجيب انا الاستيكس اي استيكس ممكن شيش طوك ممكن اي حاجة وعشان الكيك بتاعنا يثبت الكيك بابس يثبت بعمل اي بغطسه الاول في الشوكولاتة البيضة او اي نوع شوكولاتة انا سيحته وآكل Product 드 بعد قوم ح Say Taiwan بعد قوم الحدق كورات الكيك سرو大وات بعد قوم دخلوا الطلاجة باخرomp sì بعد قوم الحدق بت promisedizir بعمل نفس الطهج والكورات الحدق yar minum والمسجدة كذلك سورك الدخل till me y أول حاجة لما يتعجن ثاني حاجة لما يتكور ثلاث حاجة لما أحط فيه الستيكس وبعمل إيه أنا زي ما قلت لكم كده سيحت بردو شوكالاتة غمقى بنفس الطريقة وبعمل زي ما حا شايفين بالزبط بالشكل ده كده وبالمعلقة بسحب من تحت عشان ما بقاش فيه قعدة كبيرة بسهولة جدا بعد ما بخلص كل الكمية بدخله التلاجة وإحنا شغالين بقى كده هقول لكم إزاي عملت أنا اللونين الأبيض والأحمر في نفس الوقت كل اللي حصل إن أنا بعد ما غطست زي ما عملت كده بالزبط دخلتها التلاجة وخرجتها غطستها في الشوكالاتة البيضة البيضة بس وبعدين دخلتها التلاجة وخرجتها غطستها في الشوكالاتة اللي باللون الأحمر بس كده ما فيش أسهل من كده وقبل ما بينشف بحط عليها السبرينكلز أو الفارمسيل أي نوع تزيين انتو حابينه وفي نقطة مهمة جدا فيه ألوان مخصصة للشوكالاتة لو ما توفرش عندك وتوفر عندك الجل بس بتحطي اللون اللي انتي حابيه تلات أربعة نقطة منه مش أكتر من كده لو زودتي عن كده قواب الشوكالاتة نفسه بيبقى عجينة ما بيبقاش شوكالاتة أبدا وخصوصا للشوكالاتة البيضة ما بتستحملش قوي انك تزودي عليها الألوان الجل فمهم جدا ان نلتزم بالكام نقطة دول عشان القوام ما يختلفش معيه او ان احنا نجيب ألوان مخصصة للشوكالاتة بنزود بقى براحتنا لو عجبتكو ترقتي في الكيك بوبس البسيطة والسهلة والطعمها مش قادروا يصفتوكو جميل وقد إيه وهتقدروا تخلصوها وانتو مبسوطين وشتحسوا أبدا انها تقيلة بالعكس ستبقى لزيزة جداً غريبوها متنسوش تقلي رأيكو اي like و subscribe وشير باي باي